كنت بتقدم محتوى ساخر مظبوط وبعدين حصل شفت على طبعاً اللي بيحصل حالياً في غزة والقضية الروسانية كان فيه صعوبات ان انت تحول طريقتك من ساخرة لحاجة جد بص اقولك على حاجة ممكن اكون انا عندي رأي مختلف في الحتة دي بالنسبة لوجهة نظري انا انا شايف ان السخرية تنفع في كل حاجة وفي كل الحالات لكن ازاي انت تقدر توظفها يعني فيه احداث كتيرة جداً بتحصل من الجانب الصهيوني ساخرة فعلاً استخدامهم للكلاب استخدامهم للمواد الغذائية اللي هي اللي بتحافظ على البشرة بتاعتهم والحاجات دي كلها حاجات تضحك يعني في عز الازمة الحاجات دي كلها تضحك الصعوبة كلها كانت ان انت في البدايات من بعد 7 اكتوبر ازاي تقدري تقولي اسمهم بأرياحية وبحرية من غير ما يبقى فيك يقولك مثلاً التيك توك او تويتر او whatever البلاتفورم بتتكلم عليه يقولك مثلاً لأ انت كده ضد التعليمات بتاعتنا الأخلاقيات بتاعتنا فيروح افلك مثلاً الحساب بتاعك او يقللك الريتش خالص دي كحركة كانوا بيعملوها يعني كيود اصدق فيه كيود جامدة بالضبط تحت اسم حرية الرأي اللي هم معترفين بيها فدي كان هو ده التحدي الكبير لكن يعني احنا شعب جبار ما بيفرقش معانا الكلام ده فعرفنا ازاي نقدر نتحايل عليها بشكل من الأشكال فمش بس هنا في مصر حتى في كل الدول العربية المسندة للقضايا الفلسطينية عرفنا ازاي نقدر نتحاول على الالجوريثم بتاع التيك توك والتويتر والحاجات دي وده حصل ازاي؟ وزابطت اقولك ان انتي مثلا هم عندهم طولز ليسنينج وكمان الاي اي يقدر يعرف انتي بتقولي ايه فونس ان انتي مثلا يعني مثلا بدل ما نقول صهاينا نقول الناهايسة مش هيفهم دي ايه فهي عبديها لك بدل ما تقول الاسرائيليين تقدر تقولي اي حاجة تانية زي بالزبط الامبلم بتاعة البطيخة ده رمز الفلسطين ده رمز العالم فلسطين فانتي لما تجي تستخدمي خلاص انتي احنا عرفي احنا بنساند مين لكن هو ما يعرفش هو بالنسبة له عنده على الالجوريثم ده حاطة ايموجي بطيخة اه مش مفهوم لانه كمان مش بني ادم بالزبط فهو ما يقدرش يواكب التطور بتاعنا مهما كان ايه ايه متقدم وعندهم الالجوريثم برضو ما يقدرش لازم يتعلم مننا فاحنا مش هنعلمه احنا بنعلم عليه احنا بنعلم عليه فبس